مع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تزداد وطيرة فرض العقوبات الاقتصادية على البنوك والشركات الروسية وكذلك أصدقاء الرئيس الروسي المقربين والذين يطلق عليهم مصطلح الأوليغارش الروس مصطلح الأوليغارش يشير إلى طاقة من الأثرياء تشكلت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي أوائل التسعينيات ويتهم هؤلاء باستغلال نفوذهم وعلاقاتهم مع المسؤولين للسيطرة على الشركات والمصانع والأملاك عقب تخصيصها بعد انهيار النظام الشيوعي منذ ذلك الحين باتت السيطرة على النظام السياسي تشكل أمرا محوريا في حفاظ تلك الطبقة على أعمالها ومصالحها التي ترتبط بأي نظام سياسي حاكم من الأوليغارشية الروس ميخايل فريدمان رئيس مجموعة ألفا للاستثمار وهي أكبر المجموعات الاستثمارية في روسيا والتي بلغت ثروته أكثر من 15 مليار دولار تشير تقارير إعلامية إلى أن رجل الأعمال الروسي رومان براموفيتش صاحب نادي تشيلسي لكرة القدم أشهر الأوليغارشية في المملكة المتحدة والتي تقدر ثروته بأكثر من 14 مليار دولار في حين تبلغ ثروته أليغ ديريباسكا رئيس مجموعة إينو للأولومونيوم تبلغ ثروته 6 مليارات ونصف المليار دولار أما بيوتر أفن رئيس ألفا بنك والذي يعد أكبر بنك تجاري في روسيا فتبلغ صافي ثروته نحو 5 مليارات دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر